كده يعني لما بتستعرض اخبار الوطن العربي كله الكويت العراق الجزائر مصر طب مصر طبعا مصر يعني مصر يعني بتوع تسأل هو احنا ليه البلادة دي يعني يعني احنا ليه التناحى دي ليه البلادة دي وهقولك انا ليه بقول كده يعني عشان بس ايه يعني الناس زاكرتها او يعني البلادة طاغت يعني الوطن العربي كله انا من الجيل اللي حضر ثورة الحجارة انتفقت الحجارة الفلسطينيين ضد الاسرائيليين لكن كان الفلسطينيين يضربوا يواجهوا الاسرائيليين بالحجارة وكنا في مصر وقتها سواء كنا في الجامعة او غيره نتفرج على المقاومة الباسلة اللي بيعملوها الفلسطينيين ضد الاسرائيليين لم اكن اعلم انه انتفاضة الحجارة دي هتتنقل للوطن العربي بقت انتفاضة الشعوب العربية ضد الانظمة الحاكمة وانا مش عايز بقى اقول الانظمة الحاكمة العميلة الحاكمة العميلة للغرب لكن اللي انا شفته النهاردة الحقيقة هو ده انتفاضة الشعوب العربية ضد مثلا في مصر في مصر الحقيقة اهل وراء في مصر بيتزهروا ويرجموا الحكومة بالحجارة وده فيديو موجودة هتلاقوا عندكم اهل وراء شغالين بيواجهوا الشرطة المستبدة في مصر اللي عايزة تطردهم من بيوتهم غزب عشان يعملوا مشاريع استثمارية للامارات فبيطردوهم بالحجارة بيواجههم بالحجارة زي بالزبط الفلسطينيين لما عملوا انتفاضة الحجارة في الالفنات كده وكانت تلاقي عيال صغيرة برضو فلسطينيين كده بيواجهوا الدبابة نفس اللي حاصل في مصر دلوقتي كده بيواجه الدبابة بالحجارة وبتاع وشباب ملسامين بيواجهوا الاجارة دلوقتي الوراء بيواجهوا الشرطة المصرية المحتلة المستبدة بيواجهوا بالحجارة برضو برضو بنفس الطريقة يعني وكأنه فجأة فيه ايه يا جماعة ومش دي مصر برضو ولا ودول شرطة مصرية ودول ابناء مصر في العراق شفت نفس المنظر برضو مجموعة طبية في العراق شباب يعني عايزين بيطلبوا بتوزفهم فطلعفهم ظهرة فالشرطة برضو المستبدة في العراق خرجت تقمعهم فبيواجهوها برضو بالحجارة والضرب والعصي هما الطلب الشباب دول في العراق بيقولوا ان احنا مفروض نتوزف تبقى للقانون رقم 6 لسنة 2000 فهم شايفين ان من حقهم انهم يتوزفوا يعني فالكن الشرطة العراقية الباسلة طلقت برضو تقمعهم بوحشية بوحشية برضو فانا شفت المنظر من الوراق للعراق في ايه طيب يعني هو في ايه في الوطن العربي على الناحية التانية اتنقلت من برح لبنان مضلمة ضلمة ضلمة لبنان جوهرت الشرق جل لبنان يعني سويسرا الشرق لبنان دي يا جماعة انتم مجيل ما حضرش لبنان او ما يسمعش عن لبنان بيروت تحديدا يعني حاجة كده واللبنانيين ونضافة اللبنانيين لبنان مضلمة يعني لبنان في الحرب الاهلية اللي استمرت 15 سنة مضلمتش لبنان دلوقتي مضلمة ليه اصلا ما فيش غاز طب ماشي لبنان طواقف وحكم وطواقف وبتاع تروح تلاقي نفس القصة في العراق في الكويت انا اعرف ان اخواننا كويتين نايمين دلوقتي اللي جايين من الدوام والدنيا حر مفيش تكيفات وناموا صدق او لا تصدق عزيزي المواطن في كل حتة الكويت فيها قزمة كهرباء عشان برضو مفيش غاز تخيل وانا فجأة اكتشفت ان الكويت بتعاني زيها زي اي دولة صغيرة مع ان الكويت مليون وحاجة شعب يعني شعبهم شعب الكويت قليل جدا جدا وهم الوافدين كتار انما الشعب نفسه مليون وثلتمائة الف تقريق حاجة وليلين يعني وفرة عندهم وفرة في السروة ما عندهمش مشكلة زي لبنان لحكم طواقف ولا حصص ولا عندهم ازم اقصادية دي ناس عندها وفرة كثيرة جدا ومع ذلك الكهرباء بتقطع عنهم فانا لقيت خبر كده انه الخبر بيقول اهو انا لقيته بالصدفة يعني وانا بدور اهو بس انا مقدرش اعرضه يعني بس اهو الخبر اهو استخدام الغاز المسال بدر الطبيعي اخرج خمس وحدات كهرباء عن العمل الشبكة فقدت الف ميجاوات في ثاني اكبر ازمتها خلال الصيف الحالي انت عارف درجة الحارة في الكويت خمسين ده خمسين مع الرقفة يعني خمسين دي مع الرقفة ماشي القطع شامل اربعة واربعين منطقة بعد خروج وحدات في الصبية تقريبا والدوحة الغربية الوزارة تتابع اصلاح الاعماء العطار الميكانيكية والوحدات تعود للعمل اليوم فهد التركي وسيد القصاص انا ممكن اصورها لكم عشان بس ايه محدش يقول انت جيبت الكلام ده منين اه اواريكم الصورة اهيه اه دي الصورة يا سيدي اه ها اه ها انا رأي الراجب فانت تقعد تقولي انا هاريسود الكويت الكهرباء بتطقطع في الكويت اه قالك اه في الكويت ده على اساس ايه ده ده ان الكويت يا جماعة اولا دولة حجما صغير وده مايبهاش يعني وعدد سكان صغير ليه ليه أبقى فيها والله اه دي الصورة اهي يا صورتها لك اهي ما تفضل بعد اذنك الصورة هي اللي انا جبت منها الخبر اي الصورة هي اللي انا جبت منها يا كويتي يا كويتي اهو الصورة هي الصورة هي استخدام الغاز المسال بدلا من الطبيعي اخرج خمس وحدات كهرباء من العمل الشبكة فقدت الف ميجا وارف تاني اكبر اذا متخلص صيف القطع شمل 44 منطقة بعد خروج وحدات الصبية والدوحة الغربية ده الكلام ده 19-8 الكلام ده ما انا بقى نقبلش اجد عن اهو الكلام تحت اهو 19-8 تاريخ 19-8 القطع شمل 44 منطقة بعد خروج وحدات في الصبية والدوحة الغربية الوزارة تتبع اصلاح الاعطال الميكانيكية والوحدات تعود للعمل اليوم فانا سألت نفسي يعني طب يعني اللبنان ماشي يعني لبنان عندها ازمات وعندها مشكلة وعندها تطاحن وعندها ازمة عملة وازمة اقتصادية ولبنان لكن الكويت دي شعباء يعني انا الكويت في ظني يعني اغلب ظني يعني حوالي مليون و300 الف تقريبا كويتي الباقي اربعة مليون تقريبا وافد يعني درجت الكهرباء مقطوع يوم 17 و18 و19 هما قالوا هيتعود 19 ودرجت الحارة 50 يعني ودي مش المرة الاولى لانها سبقت قطعت في يونيو يعني انا عرفتك كده والدنيا فرن يعني الكويتيين بيقولك الدنيا ولعة يعني حريقة طب لبنان على البحر المتعصد بقى والاجواء الحلوة دي وبتاع لكن ده الكويت دي يعني قلب الفرن فقعدت فوزارة الكهرباء الكويتية طلعت كهرباء بيان قالت ايه تود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة او التوضيح بشأن انقطاع التهارة الكهرباء عن بعض الاجزاء في مناطق المحافظات الستة قد جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الكهرباء على استفاء الطلب المتزايد على الاحمال الكهربية طلب متزايد طلب ده نفس الكلام بتاع مصر وطن عربي واحد طلب متزايد تخيل واحد بيقول لي ايه استاذنا عالي السكان مع المقيمين قرابة اربعة مليون ونص العطل فني يا استاذ محمد والاصلاح جالي على قدم وساق ام خالد الله يكريمك يا مخالد يعني مخالد انت بتقولي العطل فني وجالي استاذا بص يا مخالد انا جبت البيان عشان يا مخالد انا عارف ان ممكن يعني حد زي حضرتك يقول لي لا انت ما تعرفش حاجة ده الدنيا زي الفل وبتاع بص يا مخالد انا اقسيملك بيان لا جبت بيان وزارة الكهرباء عشان برضو يا مخالد الواحد لازم يعمل مجهود عشان يطلع يكلم الناس بمجهود وده هتكلم عنه بعد شوية بص يا مخالد ادي اهو بيان وزارة الكهرباء انا جبت يا مخالد وحضرتك تقدر يتكذبيني فيه تقدر يا مخالد ده بيان وزارة الكهرباء عندك في الكويت اذا كنت كويتية حياتي ليكي طبعا ده بيان وزارة الكهرباء يا مخالد بس انت مش شايفها قوي كده اهو البيان بيقول يا مخالد تودي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التوضيح بشأن انقطاع التهاري الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست أن الأراضي ده جاء نتيجة لعدم قدرة محطات الطاقة الكهربائية على استفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الزروة أحي دوزات الكهرباء المصرية إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة برضو مقارنة بنفس الفترات العوام السابقة والمصحب بينقله من بعض البيانات ورب العزة ده بيان وزارة الكهرباء المصرية السن اللي فاتت في العام السابقة وحرصة من الوزارة على أحمد استقرار منظومة الكهربائية فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها القطع المبرمج تخفيف أحمال لعدد لمدة تطراوح من بين الساعة إلى ساعتين بحد أقصى أمو خالد جايلك انت اللي بتقول لي إيه رأيك في الأقل ورئيس الجزائي أمو خالد حضرتك معايا ده بيان وزارة الكهرباء بتقول لك وزارة الكهرباء الكويتية إن المشكلة دي وخروج بعض المحطات جاي نتيجة أحمال زيادة على الشبكة غير مسبوقة عن السنة اللي فاتت كمان في ساعة الزروة وده أدى إلى إنه هيقطع قطع مبرمج ساعة إلى ساعتين يا مخالد حضرتك فين هي انقطع الكهرباء الكويت بسبب استحداث مدن جديدة كبيرة ومحطات كهرباء واحدة للأسف ده بازر اللي بيقول ده بازر بيقول سبب لكن وزارة الكهرباء بيانها أهو أهو يا ست مخالد يا ست الستات وزارة الكهرباء بتقولك إن القطع ده حصل أستاذ محمد أحسدك على تحمل أعصابك لكل هذه الكوارس من مجتمعاتنا لا أنا أقولك الحاجة عادل أنا إيه بيقى اللي يحرق دمي مش ده لا لا اللي يحرق دمي عادل البلادة اللي يحرق دمي مش ده عادل أنا هقولك إيه اللي يحرق دمي بجد بجد بس والله بيقبل ليعليك فكرني مخالد أرجع لك تاني وزارة الكهرباء الكويتية اللي بتقول نفس كلام مصرية إنه إنه الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية طلب متزايد خلال فترة الزروة إضافة الارتفاع درجة الحراب نفس فترات قياسا على الفترات اللي فاتت وإنه هيحدث قطع مبرمج ساعة ساعتين مخالد أنا مش هأمي مسمع أنا هقولك اللي قاله عادل بيوك عادل بيقول لي أحسدك على عصابك اللي بتحمل كل ده أنت عادل مخالد أنا عايز أقولك على حاجة أنا لا يمكن أخرج على حضرتك كده وأكلمك حتى في البرنامج إيه لما يكون مذاكر كويس ومحضر كويس ومخالد أنا كل يوم بالنسبة لي سواء اللايف أو البرنامج عايز شغل عايز مجهود فأنا مش هطلع عام وخاد أكلمك كده وأنا مش جاهز يعني أدي بيان وزارة الكهرباء نرجع بقى مخالد هو إيه بقى القصة فين القصة إنه شعب قليل يعني شعب قليل جدا كلكو على بعض حوالي خمسة مليون تقريب ماشي خمسة مليون إنما يا مخالد أنا أقولك بالبحث والاستخصاء تبين القاتي وأرجوكي ما تزعليش ما تخددش الكلام بشكل يعني الكويت ما تقولش عليها دي كويت زي عايزة أي بلد زي مصر عشان نفهم بس يا مخالد الفساد في وزارة الكهرباء والماء وضح من زمان قوي في وزارة الكهرباء في كويت من 2011 لما وزارة اشترت تربونات مستعملة ومتهلكة معايا مخالد وزارة الكهرباء والماء في الكويت من 2011 اشترت تربونات متهلكة ودي كانت فضيحة وبدأت الناس تحس بيها من شهر يونيو اللي فات عندوكو ده لو أنت كنت اي يعني وفي عز الحر تقريبا يعني وبعد ما صلعه الخلل ده الوزارة ناشى ريب بيان أنا بس بجيبك تاريخه بأن القطع المبارمج بحيحصل مش عارف إيه والبيانة اللي بتقولك 17-18 وبعدين رجعت الأزمة تاني بعد يونيو أنا بس مسجلتك الأزمة والدنيا بماظت جدا السبب توقف كلي لجميع خطوط معالجة الغاز وهما خمس خطوط السبب التاني بعد الناس بيقولوا أنه محطات تعزيز الغاز اللي هي بي اس 180 دي تم تصميمها لتعويض نقص الغاز وإرساله إلى شبكة الغاز إلى محطات الطاقة في حالة توقف خطوط معالجة فهل اشتغلت وحدات محطة تعزيز الغاز الناس بتسأل الناس الوعية بتسأل محطات تعزيز الغاز اللي انتو عملتوها دي اشتغلت رقم ثلاثة مرافق استيراد الغاز المسال في الزور تم تصميمها بشكل لتغطية كامل احتياجات الدولة من الغاز فهل لم تستطع تعويض توقف خطوط معالجة الغاز برضو يا جماعة الغاز متوفر في الكويت لأن الناس اللي عايشة في الكويت شايفة الغاز شغال دي قبار يا بي شغالة يعني زي ما قلتلك الكويت هما في الآخر مليون و300 ألف شخص قول عليهم خمسة مليون كمان خمسة مليون يعني كل اللي عايش في المنطقة دي ستة مليون تقريبا ستة مليون و300 هل دول بالنسبة لدولة زي الكويت ما شاء الله ربنا حباب نعمة الغاز والمترول هل دول أزمة يعني يعني وبعدين بيقولوا أنه قطع بيحصل على المناطق التجارية لا يعني بيقولوا أنه قطع التاريخ كربائي بيحصل على المناطق السكنية لا تتجرأ الحكومة أنها تطوع المناطق التجارية بعض الناس بتسأل كده زي من تاسمها المارينة مول والأفينيوز والعاصمة مول بيسألوا الناس ليه الحكومة ما بتقطعش عن الناس دول الكهرباء بس بتقطعها على السكان الناس بتسأل إنما الحقيقة الوزارة بتدير سبع محطات محطة الشويخ محطة الشعبية الشمالية محطة الشعبية الجنوبية محطة الدوحة الشرقية محطة الدوحة الغربية محطة الزور محطة الصبية الناس بتقول أن المشكلة الفساد اللي في الدولة الناس بتقول كده أنا ميش علاقة مخادشة ممزعليش مني أنا إنما بيقول الفساد جاي إزاي جاي إن الكويت زي ما قلت من يومين سيطر واحتلها السسوية فجايبين بقى إيش يسباك على إيش ينجر على ما احترامنا للسباك والنجر بس جايبينهم مشغالينهم مستشارين في الوزارات وفي الديوان الحكومي الكويتي وده حقيقة حاجة سخيفة جدا المقطع بيقولوا أما الآن من يومين تصل القطع إلى أربع أو ست ساعات الناس بتقول كده لكن أنا ما عنديش مشاكل في القصة دي الكويتين تانين بيقولوا انت عارف المشكلة فين قلت لهم فين قالوا لي المشكلة أخويا محمد ناصر إنه فيه فارق ما بين من يدير الدولة من فوق وبين السكان ودي أزمة في الوطن العربي كله ما قلت لك هو وطن واحد هو وطن واحد يعني إيه بيقولك إن الطبق اللي بتحكم طبقة شيخة شيخ كبرت بينما الغالبية من السكان شباب ودي بنلاقيها دول كتيرة في الوطن العربي مش كل الدول بس بنلاقيها في دول كتيرة يعني مثلا الأمير يحفظه الله عمره 85 سنة ولي العهد يحفظ عمره 73 سنة رئيس الوزارة يحفظ عمره 74 سنة والنسبة 80% من الكويتة يا شباب في بيها ناس سيفة كده لكن على كل حال يعني الأزمة أنا أفهم إن مصر يحصل فيها أزمة لأن دولة محدودة في الغاز والبترول والحاجات دي وبنستورد غاز من إسرائيل دلوقتي أفهم إن لبنان يحصل فيها أزمة لأن لبنان عندها أزمة اقتصادية من 2011 إنما اتصدمت لما عادت أدور في الدول العربية وبذاكر لقيت الكويت 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 ستة مليون بني آدم في بقعة أرضية محدودة عندهم نفس الأزمة ويتطوروا نقول نفس الكلام أصل درجات الحرة الزيادة أصل الطلبات على الكهرباء زادت نفس كلام وزارة الكهرباء بتاعت السيسي بالزبط بس دي كويت لأ هو الفساد يا حضرات هو الفساد إنت عارفين يعني المشكلة عندنا إن حتى الفساد بقى بليد وهي دي مشكلة عادل عادل بيقول لي وأنت زي كل يوم بتشوف الأخبار دي وبتحرقش دمك قسم لا بتحرق دمي بس اللي فيها لدمي أكتر البلادة عادل